الفناني ميرنا ملوحي أهلا وسهلا فيك معنا بفورشيا أهلا وسهلا فيك يا عمي اليوم هيك نحن ندخل شوي لحياتك الخاصة على صعيد الشخصي ونحكي إذا طلبنا منك تختصري علاقتك بالموسيقى بعبارة هيك بتخصك أنت كيف بتختصريها؟ حياة متنفس أحلى شيء أنا ممكن صار معي أني أنا قلبت على الموسيقى لأنه أنا كنت غير مجال تماماً يعني اليوم أديش بتعني لك الشهرة؟ أديش عالم السوشال ميديا بيلعب دور فيها؟ هلا السوشال ميديا هلا هي أهم شي حالية الحقيقة يعني للأسف يعني بس متحكم فينا بطريقة أنه أنا عم شوف الإشياء المانا مهمة ممكن السخيفة هي الأكتر شي عم تكون موجودة بالأجواء يعني بس لا يصح الله صحي بالنهاية يعني والشهر أكيد تعني أي حدا بيتمنى يوصل الفن للناس يعني الأكبر قدر من الناس ميرنا عندك حساب على التيك توك هل قدرت تكسب جمهور بهذا العالم بغنائك الخاص؟ شو قصة تيك توك أول مبارحة نسألت بإذاعة نفس السؤال لا أنا بحس حالي وقتل بنزل عندي تيك توك بس عم نزلوا على رواب أي شي هيك بيرضيني عم نزلوا بس أنا قلت أنه أنا بحس حالي لما بنزل فيديو حتى لو أنه أنا ما بنزل غير أغاني بس حالي شوي سخيفة لأنه أو بعيدة عن الموضوع كتير بعيدة لأنه اللي عم ينزلوا رأس أو هيك سخافات يعني أغلبها بالأغلبها اللي عمت إلا النجوم طبعا النجوم بنزلوا أغانيهم فأورادي معروفين بس عم أحكي اللي عم يوصلوا هرني عم يوصلوا عن طريق شغلات وفيديوهات للأسف يعني بتخجل يعني ميرنا ممكن تنجرفي لهذا العالم لحتى تحصلي على الشهرة؟ ولا ممكن ولا ممكن ولا ممكن أنا في التيكتوك أوكي أنا اللي أنجوعة بالي توصل أغانيه وفي فيديوهات أخدت مشاهدات منيحة ما رأي عمول غير هيك كتاباتك عبر الفيسبوك اللي بتابعك بيلاحظ أن بتحمل تفاؤل غالبة من وين تستمد ديقوتك وتفاؤلك بالحياة؟ هلأ مو دايما أنا كنت تنزل أي شي بدايقني مؤخرا إذا شي بدايقني ببعد ماعد بنزل ولا بأي بوست على السوشال ميديا والكومة بسوطة بنزل هذا الفرق بس حسك بتنزلي إنه رغم هاد الشي اللي عايشينه بس يعني هيك بتحسي تحطي هالعبارة؟ يمكن أنا كمان يمكن عم بعطي أمل للناس تتفاعل بس بس أنا داخليا أنا ماني متفاعلة شو اللي سبب لك عدم التفاعل اليوم؟ كتير كتير شغلات عم تصير حولينا الحقيقة يعني ما في شي مريح الأمور الأسوأ الأمور الأسوأ أنا عم شوفها مين أقرب صوت لقلبك إجمالا؟ أنا وردة دائما بقول الراحلة وردة أنا وردة كمان حتى بحس خطي وردة أنا وردة بعشق بالنسبة لي فوردة من الأصوات السورية الجديدة أو الشابة فينا نقول مين بيفتك؟ أنا بيقول الشابة لأنه أنا كلنا رفقاتي فبدي زعي لكتير ناس هلأ بس ممكن أقول قديما القدير ما يعد الحناوي أكيد أنتو كشباب اليوم سوريين بدنا بصراحة تدعموا بعض؟ هلأ لو ما منلتقي بس أكيد منفرح لبعض أنا بالنسبة لي عم بحكي عن حالي أنا بفرح لكل الموجودين لأنه عم يشتغلوا بظروف كتير صعبة وأي حدا عم يحقق إنجاز أنا بالنسبة لي كتير بفرح له لأنه نحن اللي عم نعيش بظروف أي حدا بيطلع بإنجاز حلو أنا بفرح له من قلبي مين بينافسك اليوم من الأصوات السورية بيخطك؟ هلأ ما فيه لكل أصوات حلوة تلع يشتغلوا مع بعض أنا بكره كلمة التنافس عن جد بكره يعني ممكن يكون تنافس إيجابي كمان؟ ما بحبه وما بحب فكر فيه للصراحة أبدا ما بتغاري من نجاحات البعض؟ ممكن بغار إيجابيا بتمنى كون مكانهم أكيد بس ما بحزدهم في فرق بغار إيجابيا أني بتمنى كون هيك بس ما بحزد الحزد مو موجود بحياتي اليوم من هاي الأصوات الشابة السورية لأنه بنعرف نحنا نشعب ما نقول الشابة السورية أنه نفس الهموم ونفس المشاكل لمين بتقولي برافو أنه قدرت شوي تطلع من هاي المشاكل قدرت تحقق نفسك رغم هاي الصعوبات؟ هلأ ممكن ناصيف زيتون ناصيف لأنه يمكن عاش في لبنان وهيك وفات مع شركة قوية آآ الله وفق وأكيد منشوف حالنا فيه آآ ميرنا أنتي بينكم بين حالك كم مرة بتغني باليوم؟ أنا كتير وخاصة هل عندي برنامج بتلاقييني عندي ثلاث ساعة عندي ثلاث ساعة تماما تدريبات ايه فأنا بحس التدريبات والصوت حتى لو ما عندي شي مثل الرياضة يعني أنتي ما مرة أنتي صوتك فالحبال الصوتي بتضعف فكله بدو تدريب شو النمط الغنائية اللي ما ممكن ميرنا أن تسمعه؟ هلأ أنا قيلت وقبل يعني أنا يعني الكلمة اللي بتخدوش الأدن يعني بالأغاني الشعبية فيه أغاني شعبية حلوة بس فيه أغاني الكلمة اللي فيها أنا ما فيني يتحمل إني إسمعه أو تسمعه بنت أختي أو حدا معي أو يسمع شو عم بسمع أنا يعني ما بحب يعني أنتي مع القرارة دي أزروا معناها نقيب الفنانين أنه نلغي أي كلمات خارجة يعني المألوف بالأغاني؟ هلأ أنا ما بحب إدخل بأي قرارات يعني أكيد هني بيعرفوا أكتر مني أنا هيدو القصاص أنا بعيدة عنهم فهني أكيد بيعرفوا شو عم يعملوا لا تعليق يعني لا تعليق اليوم شو الصفات يلي ما يلي ما ممكن أنك تقبلية بشريك حياتك؟ البخل أهم شي البخل البخل أنا بالنسبة إلي يعني إذا بشوف حدا بخيل يعني مول أي حدا بعرف إنه بخيل أنا يعني البخل كتير سيء والحقوت هدو الأتنين لو عندك خيار تغيري شي بشخصيتك أو بحياتك شو بتغيري؟ التسرع طبعي والتعصيب الفوري لأن أنا بعصب بسرع وأخذ قرارات بعدين برجع بتراجع لأنه أنا هاي ردة الفعل السريعة أوقات ممكن عم تخسرني ناس حواليه بس بعدين برجع بعتذر إذا أنا غلطاني أكيد أديش اليوم بتحافظي على جمالك على رشاقتك ما شاء الله عم نشوفك يعني محافظة اليوم أديش بتهتمي بهاي القصص؟ هلا كنت كسلاني شوي بس مؤخراً إلي كم شهر سجلي ناضي رياضة لأنه بحيث ضروري للنفس ولكلشي مو بس من شان الجسم أنا بابعت بحالي نيحة جسمي بس أنا بحب إنه قالوا لي رياضة بنيحة كمان للنفس ونشاط وطاقة إيجابية وأنا فعلاً حسيت هذا الشي لما بلشت رياضة ميرنا ملوحي شكراً كتير لإليك نورتي نعبر فوشيا شكراً كتير إليك ولفوشيا ولك اللي يشتغل بفوشيا شكراً للمشاهدة